وننتقل لموضوع آخر ليلى القبي هي أول محامية كفيفة تفتح مكتب محامات خاص فيها قصة ملهمة عن الإصرار والتحدي من بعد ما واجهت الكثير من الصعوبات قدرت ليلى تكسر الحاجز وتثبت أن الإرادة هي المفتاح لأي نجاح ورح نتعرف على قصتها وتنضملنا عبر الهاتف ليلى القبي أول محامية كفيفة وخبير معتمد لدى وزارة العدل يا هلو سهلة فيك يا أهلاً وسهلاً وأسعد الله جميع وقاتكم بالخير والسرار وشكراً جزيلاً على هذه الاستضافة يعني حابين طبعاً العفو وإحنا اللي شكراً أنت قبلت هذه المداخلة علشان نعرف هذه القصة الملهمة اللي أكيد رح تساعد الكثير من الناس فقلين بداية قصتك كيف بدأت حبك للمحامة ودراستك المكتب اللي فتحتي يعني هذه القصة لازم لك اللي يعرفها بداية من أيام دراستي في المرحلة الثانوية كنت أحب الإعلام وأحب الإذاعة المدرسية وأحب الإلقاء ومازلت أحب الإلقاء والمساعد ولكن سبحان الله يعني توجه يختلف في الجامعة تماغاً لما شفت أنه فيه تخصص حقوق قلت ليش ما أكون أنا من الأشخاص المدافعين عن الناس فالتحقت بهذا المجال تقريباً كان 2012 أو 2013 وبدأت أدرس ما كنت أعرف في هذا التخصص أي أحد كل الناس كانوا جدد عليه لأنه بعضاً صديقاتي كانوا في تخاصصات أخرى يعني فأول ما بدأت الإدراسة كل ترمب لازم يصير معاي مشكلة اختبار يروح اختبار يتغير موعده منهج ما يوصلني وبعدين يجي وقت الاختبار وأنا ما درست المنهج يعني مشاكل مرة كثيرة وكل ما يمر ترمو ما صار فيه مشكلة أستغرب لأنني خلاص تعبت على هذه المشاكل فتقريباً السنة الثانية بديت خلاص أتأقلب مع الوضع أتعرف على صديقات في التخصص أشارك معاهم في الأنشطة في التكاليف الجماعية يعني ما وضعت نفسي في شرنقة يعني خلاص ما أبداً أتحرد ما أستطيع أتكلم إنه أنا مختلفة كماماً عندنا هم وما إلى ذلك إلى أن تخرجت لله الحمد للجامعة مع إنه آخر ترم كان كده يجيني شعور إنه أنا ليش ما أغير التخصص قد لا أجد وضاعهم يكون الناس اللي حولي دائماً يقولولي يعني أنت مستحيل تتوقفين أنت مين بيدربك أساساً أنت ما تشوفين يعني ما أعرف كيف أقول لك هنا وحنا بعدنا عند الناس بنصير بخير أكيد وهذا اللي صار معك نكسرت في هذا المكان وقد نسمع قصتك أكيد أكيد لازم يكون السخص يعني عنده إصرار وعزيمة أكيد إصرار وعزيمة وتكون طبري أنا مستمتعة جداً بقصتك وحسيت من ضمن كلامك اللي أنت قاعدة تقولينه عتب وشرها على الناس اللي كانوا حوالك سواء من زميلات سواء حتى من أهل لأنه ما كان في أحد واقف معاك صح؟ لا لا الأهل تماماً كانوا واقفين معاك أكثر ناس أساساً شجعوني وحمسوني هم أحلي بدون أي استثناء من الأهل الله يعطيهم العافية من اللي كان يقول لك أنت مين بيدربك من اللي بي ممكن صديقاتي بالجامعة كنهم نفس الفئة وكان عندنا شوي شح في الوظائف يعني غالباً كانت الوظائف تعليمية والتخصصات محدودة تماماً فهذا الشيء اللي خلاهم يذكروا كده أنه أنت مين بيوظفك أنت شلون بتسوين فكنت خلي ابني كده صامة ومغلقة عن هذه الكليوات بحالي أني أنا أوصل للشيء اللي أنا أبقى وهذا الصحي كل إنسان أي وكل إنسان يحطمك اليوم ترى بيصوصي لك بكرة لما أنت تنجزي وتبديع وتوصل للشيء اللي أنت تبغي وتتمني فكنت أنا كده لما تخرجت من الجامعة أنا طول لقيت وظيفة في مكتب الدعو والإرشاد وتوية الغاليات قاعدت لها تقلباً أربع شهور وطلعت منها وبعدين يعني كده قاعد أفكر مع نفسي أنه ممكن ربنا يبغاني أقعد هذا الترعب بالبيت بحيث أني أنا أطور نفسي من نواحي جداً كثيرة التحقت بدورات ملتقيات كنت أحب أقرأ كتب أنزل مقاطع باليوتيوب يعني أقول فيها خلاضر وأسوي أشياء كده وأعمل لها مونتاج ونزلها فكان هذا الشيء بالنسبة لي يعني هواية ممتاز وبعدها فكرت من دخلات لازم أدور الآن مكتب محاما ما أريد كده ما أفعل أي شيء لازم يكون لي بطمة في مجتمعي النفسي في كل مكان صحيح طيب هل فعلاً كانوا الجامعة والوظيفة اللي اتحقتي فيها يعني بعدين ما يعرفون أن أنت كفيفة؟ الجامعة في بدايتها ما كانت تعرف وكيلة الكلياني كفيفة إلا بعد ما راح عليه اختبار ورحت شكيت لها أنه أنا كيف أختبر الاختبار هذا فكانت إحنا ما كنا نعرف أنه في شخص طاقة في بطر ومعانا في الكلية وساعدتني كثير وقتها وأنا كنت أبغى تساعدني فيه كنت أرسل لها دائماً خطاباتي لنحظ أختبر اختباراتي بنفسي اللي هي قارئات الشاشة أو الأقصب الإلكتروني الخاصة بالمقصوصين وأبداً أبداً ما كانت سمانع والجهلة تحيب التورى النجاح فبعد هالوظيفة الثانية لعادي كانوا يعرفوني لأنا ما أشوف وتعاملهم كان جميل معايا لما أريد أدور على مفترض محاضة بداية كانت السيديات لأرسلها للمكاتب كانت كاتبة فيها فاقدة للبطر فكرت فكرة أني أنا أشيل هذه العبارة وأرسل للمكاتب الأخرى لأنا ما صدق رسلت لها السيديات عشان يشوفوني على أرض الواقع ما يحكموا علي من كلمة فاقدة للبطر خلاص أنا فاقدة حتى للحركة للإرادة للشكير لكل شيء ففعلاً في مكتب قبلني ولما رحت لهم كانوا عارفين أني أنا فاقدة للبطر من خلال الزميلات اللي كانوا موجودين في المكتب إنهم يعرفوني بإدراك وبالعبس يعني قبلوني من أول مقابلة ولله الحمد وعلى طول اليوم الثاني رحت معاهم المحكمة الرزائية كنت مستمعة وهم يتراطعوا كلفات خلاص بدأت من هنا رحلة مع المحامة يعني ما شاء الله سملي على قلبك يا ليلى أنت الآن مالكة مكتب محامة أيوالي الله الحمد كلمين عن هذا الخطوة أنا اتدربت خمس سنوات ومفروض أني أتدرب ثلاثة سنوات ولكن لأنني انتقلت من المكتب لآخر وانتقالي كان بسبب أني أنا حاطة يكون عندي مزيد من أنواع القلايا بحدث يعني دربتين أحدث مساري إلى بغيث فما طلعني المكتب الأول بسرعة للوزارة ولما طلع أذني ما كنت عارفة إنه أنا الآن مقيدة في أي مكتب ماني كنت أشتغل عادي وأروح وجه ولكن ما كان واضح لي حتى في الموقع إلى أن سألت وقالوا لأنه إيوانتي لست مقيدة فعلى طول قيدني المكتب الثاني واستمر رئيس لله الحمد وخفت الترخيص لما أخذت الترخيص التحقت بشركة محامة يعني هذا القصة بالذاتي الله أحسها قصة قصة ما أعرف يعني تبها الله بالله الحمد لله التحقت بشركة هذا الشهر كل طباح كنت أروح أقول هذا المكان ما هو مكاني هذا المكان ما هو مكاني إلى أن جاء شهر رمضان المبارك وبرضو استمرت فيها ويوم 27 كلمني مالك الشركة وقال لي معليش إحنا ما نقدر نستمر معاك أو ما نقدر يعني ندفع الكراتب صعب علينا وكذا تقبلت الموضوع بصدر جدا جدا رحب ورحت وقصة على الحرم وكنت حاضرة ختم الحرم ودعيت ربي قلت يا رب بسخر الأرض ومن عليها والسماء ومن فيها وخلصت أمري للربي وطبعا حطت القفة هذه في تويتر وجواني الكثير من مكاتب المحامة ولله الحمد كثير من المحامين يعرضوا عليني أنا أشتغل معاهم ولكن يعني قدر ربي أني أشتغل في مكتب والمكتب هذا كنت أشتغل معاهم بالنسب يعني كل ما أجيب قضية أخذ عليها نسبة كل ما أكسب قضية أخذ كمان نسبة في يوم من العيام وأصابت علي شخص فكرة أني أنا أفتح مكتب محامة وأنا كنت متخوصة جدا من هذه الخطوة لأنها مغامرة وفيها كثير من التحديات صحيح وكان حمرتني جدا أنه لا 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 أفتح المكتب أنت لو بديتي بالخطوة هذه ستستمر إن شاء الله بإذن الله وما إلى ذلك وفعلا خلاص بديت الخطوة مجرد ما بديت الخطوة يسر ربي ولله الحب كل حاجة ابتداعا من افتتاح المكتب مرورت القضايا يعني فيه أمور كثيرة الحمد لله يسرت انتهاءا بالمكان اللي مقيت وفتحت مكتبي يعني الحمد لله إن شاء الله يعني أطوره أكثر وأكثر ويصير شركة بإذن الله ليلى القبي أول محامية كفيفة وخبير معتمد لدى وزارة العدل أنت مثال البنت السعودية المكافحة واللي إحنا أصلا نفخر فيها شكرا لكي مشاهدينا خلونا نطلع فاصل سريع من بعد مكاملين اشتركوا في القناة نعم 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 ترجمة نانسي قنقر